وزي ما عودناكم كل يوم أربع بيكون معانا كتاب جديد بقصة جديدة بموضوع جديد ودايما الحقيقة بنحاول على قد ما نقدر نختار لحضراتكم الكتب المميزة الحقيقة انه الكتاب مهم قوي انه يكون القارق قادر انه هو يعيش معاه يعيش معاه حالة المغامرة يعيش معاه الحكاية يحاول يدخل جوه الأحداث يدخل جوه القصة ونفهم أكتر عن أبطالها وتتسلسل بقى الأحداث ونبقى متشوقين أكتر بعد ما نخلص كل صفحة الصفحة اللي بعديها فيها إيه زي بالضبط كأننا بنتفرج على حلقات مسلسل كلنا متشوقين عايزين نعرف إيه اللي بعد كده وإيه اللي هيحصل والبطل هيحصل مع إيه ومع كل كلمة للكاتب في الرواية بنتشوق أكتر وأكتر بنتعلق بيها أكتر بأكتر وبأبطالها معانا النهاردة الحقيقة الكاتب المتميز بتاع الرعب هم بيسموه كده هم بيسموه بتاع الرعب زي ما بقولكم كده بالضبط هو ده اللقب اللي هو مشهور به وهو طبعا ديفي اللي منورني النهاردة في الستوديو الكاتب الأستاذ محمد عسمة واللي هيكلمنا النهاردة عن واحدة من أهم رواياته واللي موجودة في معرض الكتاب الحالي وهي بعنوان وهاب الشروق تعالوا نبتدي كلامنا عن وهاب الشروق أستاذ محمد منورنا ربنا خليكي دونور حضراتك وإيه موضوع بتاع الرعب ده؟ هو الموضوع بدأ أن أنا من 2016 تقريبا بدأت أقدم قصص على الأكاونت الشخصي بتاعها الفيسبوك قصص رعب بشكل يومي تقريبا فبقت الناس تعمل منشن لبعض ويكتبه في الكومنتات هو ده بتاع الرعب اللي قلت لك عليه هاشتاج بتاع الرعب آه فطلعت من هنا بقى أوكي وطلع عليك اللقب ده آه بالزبط نتكلم شوية عن وهاب الشروق وهاب الشروق يعني أنا ما شرحتش الحقيقة للمشاهدين القصة إيه اللي علاقة أكتر بفكرة الظلام لو عم على العالم فكرة الشمس لو بطلت تشرق فكرة النور لو بطر يطلع وهيكون شكل حياتنا إيه وده أكيد هيكون حقيقي شكله مرعب آه الفكرة جات لك إزاي فكرت فيها أنت يعني يدينا تفاصيل أكدر هو الموضوع بتكلم عن أسطورة قديمة آه بتقول إن الشياطين على الدوام منذ بدء الخليقة يعني بيعملوا باستمرار على إنهم عايزين يوقفوا شروق الشمس أو يعطلوا لمدة ساعة أوكي ده لو حصل هم هيقدروا يسيطروا على الأرض وده اللي هم عايزينه لكن عشان ده ما يحصلش في مجموعة من الناس بدأوا يحربوهم وواحدة وحدة بدأ الناس تقول عليهم إن دول وهاب الشروق لأن هم بيساعدوا الكوكب أو يساعدوا الأرض يعني إن فيه شروق جديد يحصل أوكي مع تطور العصور طبعا وصلنا لإن وهاب الشروق ما بقوش مجرد مجموعة من الأبطال اللي بيحاربوا الشياطين دول بشكل تطوعي بس لأن الموضوع خاد شكل إدارة عامة بقت موجودة في دول كتير جدا من أهمها مصر فبقى عندنا هنا فرع للإدارة العامة لوهاب الشروق بإدارة مصرية كل العاملين فيه مصريين وبناخد القارق من إيده بقى بندخله جوه الإدارة العامة لوهاب الشروق يشوف الدنيا بتمشي إزاي دي مؤسسة بقى مؤسسة عامة كبيرة جدا حاجة رسمية وبناخد القارق بقى ندخله جوه المؤسسة عشان بيحصل جوها حاجة مخيفة فبنبدأ نشوف الإدارة بتشتغل إزاي أصلا على جانب يعني والجانب الآخر إيه اللي بيحصل جوه المؤسسة دي أو جوه الإدارة دي وهينتهي إزاي اشتركوا في القناة